مشاهدين في كل مكان صباح الخير بنصبع عليكم عيوم جديد مليان بكل الخير والأمل لكل مشاهدين دائما ما نؤكد أن بالعمل وبالعمل فقط نصل إلى ما نصبه إليه ونحقق ما نتمنى من تقدم ورفع لهذا الوطن مجموعة من فقرات المتنوعة نتناولها معكم من خلال فقراتنا الرئيسية اليوم حديث حول الأسرة ودورها كعصب رئيسي والعمود الفقري للمجتمع فبالأسرة إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع ككل فالأسرة هي النواة التي يتشكل من خلالها شكل المجتمع الذي نعيشه ماذا عن الأسرة المصرية أهم العوامل التي تساعد الأسرة على أداء دورها أهم السلبيات التي تواجهها الأسرة المصرية ومن ثم الحديث عن تلافيها ده هيكون من خلال حوارنا ولقاءنا مع الكاتبة الصحفية الأستاذة ميادة محمودة حديث حول تجميل مصر ومبادرات عديدة يمكن بتقدم في هذا الإطار وهناك مبادرة أهمة بتحمل ميلها هذه المبادرة يمكن بتشمل كل محافظات مصر هناك تصور لهذا التجميل هل سيكون بالنظافة فقط هل سيكون بالتجميل من خلال العديد من الجداريات أو الأشياء التي تساعد على تحسين الرؤية البصرية والشكل العام لكل مكان في مصر ده هيكون من خلال لقاءنا وحديثنا مع القبطان محمد سعيد رئيس مبادرة حنجملها مشاهدينا بندعوكم لهذا التقرير وتجديد النشاط مع بداية يوم جديد ثم نعود ونلتقي ونلقي الضوء على هم أخبارنا مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم معنا مرة تانية على هم أخبارنا نعود ويمكن نطلع عليها من خلال عرضها لسيادتكم الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول ويؤكد نتطلع الاستغلال أمثل لموارد مصر من الطاقة الحكومة تضع القطار الكهرباء السريع ضمن أولوياتها في قطاع النقل لعامي 2022-2023 خصص الحكومة ضمن الموازنة الجديدة للدولة 20-22-2023 مبالغ مالية تقدر ب376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وقلق مزيد من العمل خاصة للشباب مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى نسبة 50% الإلكتروني يتيح مرحلة تقليل الاغتراب في التحويلات بين الكليات في تنسيق الجامعات 20-22 واليوم الأربعاء يغلق وذلك وفقا للجدول الزمني المعلم بأعمال المرحلة التموين مصادرة بضاعة أي تاجر يخزن السلع وننتج 90 مليار رغيف في السنة وفاة ميخايل جورباتشوف آخر رئيس الاتحاد السوفيتي عن عهز 91 عام وكشف تلاقي العامة لأرصاد بالنسبة لأخبار التقسي كآخر خبر معنا اليوم كشف تلاقي العامة لأرصاد الجوية عن حالة التقس المتوقعة اليوم حيث تشهد البلاد تقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة العزمة 34 والصغرى 25 الإسكندرية 31 العزمة ومطروح 30 وسهاج 40 وقنة 42 وأسوان العزمة 44 والصغرى 29 مشاهدين دي كانت إطلالة سريع على هم أخبارنا معكم اليوم نلتقي بعد هذا الفاصل وأول لقاءتنا فانتظرونا بنسبة عليكم كل مكان أهلا بكم معنا مرة تانية بنتواصل معكم على الهوم بشارة فقراتنا القادمة كما نواهنا في البداية هو حديث حول الأسرة المصرية ودائما ما نؤكد أن الأسرة في أي مكان وفي أي مجتمع هي العمود الفقري لبناء هذا المجتمع نتحدث عن الأسرة المصرية تحديدا وكيف تكون نواة إيجابية من أجل بناء مجتمع نتطلع من خلاله لبناء مصر القادمة فنحن نتحدث عن الجمهورية الحديثة ومن ثم نتحدث عن أول وحدة وأول نواة في هذه الجمهورية الحديثة هي الأسرة المصرية التي نبحث عن صلاحها ومن شأنها أو من شأن هذا صلاح المجتمع نعم أنا في البداية نرحب معكم في هذه الفقرة بأستاذ الصحفية الأستاذة ميادة محمود أهلا بيك معنا أهلا بيك نورونا عمديل على السلام أنا سامع أن هذا الجايحنا مخصوص من اسكندري أخبار اسكندري إيه سعي مش زحمة شوية بصها يا أكيد زحمة طبعا وخط البحر طبعا loop خط البحر ده اللي هو من أين لفين اللي هو من لا أنت عندك خط البحر من سي اسكندريكو لي على البحر من المنتظر من المنتظر لحد معاك بحري ده كل ده خط البحر وفي جانب التبقى الثاني اللي هو غرب اسكندريا اللي هو الحاجميwald والدخيلة حمد للع lifespan um الله يسلمك إيحنا منتكلم عن الأسرة المصرية والأسرة المصرية كده مفهوم الأسرة بشكل عام من وجهة نظري أيها؟ لذلك ابتدأنا الكلم عن الأسرة ومكوناتها يعني عصلية الأسرة دي هي أساس المجتمع أصلا يعني هي لو صلحت كل حاجة بعد كده هتبقى صلحة لو فسدت كل حاجة بعد كده هتبقى صد كل أسرة بتطلع شخصية الذي البتطلع محامي الذي بتطلع دكتور الذي بتطلع مهندس الذي بتطلع زوض الذي بتطلع عامل واللي بتطلعش خلص حاجة ولي ما تطلعش دي بقى قصة ثانية خلصة ما احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا عشان انه بقى مجتمع في رقي وفي تقدم يبقى احنا بنتكلم بقى على الاسرة اللي بتطلع حاجة كويس عشان احنا نبقى حاجة كويس فكل اسرة مسؤولة ان هي تطلع فرد زي ده الاسرة بقى اللي ما بتطلعش زى اللي انت بتقول عليهم ده دي الكارثة دلوقتي اللي احنا عايشين فيها طبعا حدك متابع الفترة دي يعني حالات اللي احنا بنسمع فيها الأكل والعنف والحاجات من شباب وشابات ما كل ده سببه ايه برضو ده سبب الأسرة ولا السوشيال ميديا ولا أن الأسرة سابت أبنائها للسوشيال ميديا الاتنين الأساس الأسرة برضو ومفيش رقابة فكل الدنيا مفتوحة والسوشيال ميديا بقى غول غول ومتشاعب جدا من الفيس للتيك توك لليوتيوب لحاجات كتير قوي وبعدين حاجات احنا بناخد كمان ثقافات غريبة عننا الشابات دي بتشوفها كله بيشوفه عايز يقلد وبعدين بقى خلاص بقى بيستباحوا كل حاجة للأسف لأن مفيش أصلا أساس في التربية أن أنا أطلع حد نشأة يعرف الصحة والغلط يعرف الحلال والحرام يعرف إيه اللي واجب اللي عليه أنه هو يعمله وميعملهوش فكله طلع مش فاهم حاجة طب علشان بس ما منلميش كل الحملة على الأسرة لا هي مش الأسرة بس ما أنا عايز أتكلم دلوقتي في الأسرة دلوقتي بتتعرض ضغوط حقيقة صعبة جدا ويعني إذا قلنا أزمة اقتصادية بيعاني منها العالم فما نقولش إن الموضوع ده كبير فالأسرة اللي قد كده دي أكيد مش هتعاني من الأزمة اللي بتلقى بتعاني بس بص أقول لحضرك حاجة هو زي ما الأسرة دي ليه هواجب ناحية المجتمع هو المجتمع كمان لو واجب ناحية الأسرة لازم يكون فيه تكافه أصلا مهو ما ينفعش إن أنا طالب إن أسرة تطلع لي شخصيات بقى جمدة جدا عشان نقول إن إحنا عايزين بقى مجتمع عراقي ونتقدم والمجتمع ما بيديش للأسرة دي كيف هي تقدر إن هي تطلع ده يعني أنا معلش لازم يكون فيه توفر تعليم مجاني لازم يكون فيه صحة متوفرة الحياة المعيشية حتى أبسط الحقوق علشان الناس تقدر إن هي توفر التزاماتها لأطفالها عشان يكونوا حتى فيه يعني سوي ناس يعني أسوياء حتى نفسيا ما هو ده اللي إحنا بندور عليه إن هو الأسوياء صلحة الأسرة صلحة المجتمع بزبط طيب هل الأسرة مقدرش هلومها لما تتعرض لضغوط فمنسمى ما تقومش بدورها ولا الضغوط دي موجودة دايما فلازم أنا كرب أسرة أو كمسؤول عن أسرة أنا أنا أتوائم مع كل هذه الضغوط ده بقى يرجع على حسب احتمال كل حد للضغوط دي تمام فيه ناس بتقدر تتحمل وفيه ناس بتقدر توقف وبتواجه يعني زي ميقولوا إحنا بالبلد دي كده ميقولوا إيحنا بننحط في الصخر إحنا عاملين نستحمل ضغط من هنا وضخرا إحنا عايزين نربي كلنا كده والله من أبسط حد لأعلى حد كله بيواجه ضغوط على فكرة والضغوط مش ضغوط مادية بس على فكرة فيه ضغوطات تانية كتير كمان غير الضغوط بس طبعا إحنا دلوقتي بنقول هي الضغوط المادية بقت يعني بقت أتقل حاجة دلوقتي بقت موجودة اللي بتبقى يعني بتصعب بقى بعد كده كل حاجة هي دي للأسف اللي الناس كلها دلوقتي بقت يعني أغلب الناس دلوقتي بقت بتعانيها فلازم أوفر حاجات يعني لازم أوفر حاجات كويسة عشان أقدر أن أنا أنا مش عايزة حاسب الأسرة ومش عايزة حاسب رب الأسرة تتكلمي باللسان مين دلوقتي؟ الحكومة؟ الدولة؟ لا بص أنا مش بك اللي هي توفر اللي هي حتوفر المفروض توفر اللي هي الدولة اللي هي الدولة يعني إياه لازم توفر طب لو هي مش حتوفر ما هو مين هيوفر طب معلش يعني الزوج والزوج والأبناء دي أسرة هي مكونة من حنقوله الطبيعي شكل مثالي مثالي طفلين والزوج في الظروف بقى اللي إحنا عايشينها دلوقتي في أكل في شرب في مدرسة في دروس في رعاية فحية في بقى حاجات كمان كده على جنب بقى اللي أنا إبني عايزة روح نادي بنتي عايزة مش هتروح مش عارف إيه طب ما كل دي ضغوط طيب لما يكون فيه احنا عندنا دخل محدود هو رب الأسرة مطالب أنه هو يوفر كل ده بالدخل ده طيب في زوج بيتحمل الضغوط فبيبدأ أنه هو بقى مع زوجته إحنا نمشي الدنيا طب من هنا شواء من هنا شواء والدنيا تمشي ممكن كمان هم بيعودوا أطفالهم مش هقول على حالتهم المادية بس على أقل أنه هو بيربوا فيهم حتة النقيم القناعة الرضا أنه على قد إحنا الموجود دلوقتي معنا هو ده اللي إحنا هنقدر نعيش به محدش يبص الأعلى محدش يبص الغير ومحدش يبص الحد لأن ده لو حصل هيحصل ضغطر على الأب والأم في البيت كل ده بيعامل ضغوط زيادة في بقى ناس تنين ومتستحملش آه فتروح سايب الدنيا في بقى آه فيه زوجه وده بقى بقى هو النسبة اللي دايما بنتكلم عنها نسبة أعلى من المتعصة عشان توصل بقى لمرحلة الطلاق دي آه خلاص إحنا فركشنا الأسرة فركشنا الأسرة بس يعني بص أنا أنا مش عايزة دايما أقول بص أنا مش عايزة تحمل دايما على الرجل لأن على فكرة زي ما فيه نمازج لرجالة آه ما بيقوش قادرين يتحملوا أو بيصعبوا الحياة أو أو لا فيه برضو على فكرة فيه زوجات بتبقى برضو صعبة أو إن هي صعبة العشرة أو إن هي برضو ما هي نتاج أسرة وهو نتاج أسرة أكيد يعني هو مش جاي هو بقى برضو اللي أنا عايزة أقوله لك إنه في الأول خالص هنيجي الأول اللي يعني نواه بقى في الأول خالص اللي هي إيه الأسرة برضو اللي هي اللي قبل أنت عندك الأسرة بتطلع حتطلع فتاة هتبقى سيدة هتعرف يعني إنها تبقى أم فإنها تبقى زوجة تتحمل المسئولية ولا لأ النحية بقى التانية أنت بتطلع راجل ما أنت بتطلع راجل دي راجل يعني فاهم يعني إيه راجل لازم يكون عارف يعني إيه راجل مسئولياته كل حاجة مسئوليته ناحية زوجته مسئوليته ناحية أولاده في بيته معلش احمل بقى كل المسئولية على الام والاسم اللي انا بقى رجل في بيتي طب علشان ما يبقاش كلامنا مرسل احنا دلوقتي الدولة حط قضيها على مشكلة زيادة السكان وبتتكلم على ان هذه المشكلة هي مشكلة معوقة كتير جدا للنمو اللي احنا بنا نشاهده ان في دولة بتنمو وعايزين نوصل لمرحلة معينة ومشكلة السكان الارقام اللي اعلنت مؤخرا بتقول لا فيه الى حد ما يعني ارقام مشجعة ان فيه يعني تقليل من اعداد المواليد والامور دي طيب ازاي ان انا اوصل للأسرة دلوقتي انت حتاك بتقولي ان الشكل المسالي للأسرة ابو ام وطفلين يعني هو نادل بس هو حاليا يعني احنا بنقوله المتوصل دقوا تلاتة ماشا تلاتة لا فيه اكتر من كده هو فيه طبعا يعني حد دلات لسه بنسمع الاسرة لسبع اولاد وثمان وعلى فكرة الكلام ده ما بقاش في الارياف بقى وزي ما بنسمع ان هناك عندهم بستة وسبق لا ده فيه هنا في المدينة ده فيه عندنا هو الهجرة بقى الهي والله لأ طب بقى الارياف لا والله ابدا افكار الريف فيه ناس فيه ناس بتبقى هي عندها حب ان هي عايزة بقى عندها عايزة بس عايزة اقولك حاجة بقى اللي بيفكر التفكير ده بيكون مرتاح مدينة طبعا بس اللي يعمل ده وهو ما عندوش المقدرة هيا دي الكارسة دي كارسة سودة واللي بيعمل كده على فكرة غالبا بيبقى ما عندوش مقدرة مش بالنسبة كبيرة بالنسبة كبيرة بالنسبة كبيرة عشان كده طب موضوع التحكم فيه زيادة السكانية انت لكي رؤية فيه يعني ممكن يبقى من خلال التوعية العادية المباشرة اللي هي بتبقى من رسالة الاعلام لأ ابتدي بقى اوصل للسوشيال ميديا ولا ابتدي اتعامل مع يعني ايه الشكل الغير تقليدي لمواجهة هذي المشكلة طب انا عايز تقالك سؤال تبضلت نتبادل نتبادل الادوار اه بسي طيب احنا بقى لنا قد ايه من زمن قد ايه بنتكلم عن موضوع زيادة السكانية يعني حسب موعة انا طب شب اتعاملت حملات قد ايه في التلفزيون للتوعية عشان موضوع زيادة السكانية لا كتير حل من مستجيب طب اذا في ناس متستجيب ما هي طيب طب احنا دلوقتي حنسيب اللي احنا كلنا بنعمله على التلفزيون بقى في دلوقتي السوشال ميديا تمام حنعمل توعية في افقار في ناس عندها افقار وعندها كده يعني خلاص هي هي تركيبة دماغها ما بتستوعبش ما بتستقبلش هي مش يعني كل واحد بصص لنفسه انا اقدر اعيش وهقدر اعيش اولادي اه فاللي يتكلم وعايز يقول بقى زيادة سكانية من زيادة سكانية انا عايش ده موضوعه انا عايش اه انا عايش يوم بيوم هدي مشكلة مشكلة اليوم بيوم هدي مشكلة طب طب هو الشكل انا شايف ان هو اكيد اتعامل بس هو انا شايف هو ده الاصلح ان انا اتعامل مباشر مع المشكلة لان انا اروح للأسرة نفسها اروح للأسرة طب ما لم بقى استقس تاكس والتاني اتفضل تتاع تروح لكم اسرة ما هو ده بقى فيه جمايات اهلية وفيه يعني ده ده دور كبير قوي اعمل حضرتك عبال ما ده يتعامل هيكون زدنا فوق معدل بتاعنا اللي احنا موجودين عليه دلوقتي عزان برضه لما اخد المشكلة واقول الاعلام هو المسؤول بقى لا لا هو بص هو الاعلام لي دور ليه دور؟ كل حاجة ليها دور الاعلام لي دور وانا ليها دور وحضرتك ليك دور والأسرة نفسها ليها دور المدرسة على فكرة بقى المدرسة المستشفيات كل مكان الناس بتروح فيه بتاخد منه خدمات لما الكسافة بتكون زيادة وعاليها دور ان هي لازم توعي الناس ممكن بقى نعمل يعني ممكن مثلا احنا ممكن نقول ايه طيب احنا في كل محافظة مثلا نعمل مثلا زي كده عارف انت كان زمان فيه كده اللي هي مش هقول نادي بس اللي هي الحاجات اللي هي بيعملوها دي مركز اه حاجة كده مركز شباب الحاجات دي كانت زمان موجودة وقلت قوي دلوقتي يكون فيه زي حملات كده بتنزل كم دكتورة بس ايه دايما الحملات والحاجات دي بيبقى لها وقت زمني تنتهي ما هي للأسف واقول لك حاجة بصراحة والله حتى لو اتعملت هتلاقي يعني من منطقة فيها مثلا هنقوله ربع مليون هتلاقي ممكن خمسين مثلا اللي بيستجيبه اللي راح للأسف لان زي ما قلت لك كل واحد بوسط لنفسه هو شايف نفسه ان هو عايش ومع اتنين مع تلاتة هو عايش خلاص ومكفي حاله في مشاكل فيه ضغوط اهل الدنيا مش هروح بقى اسمع كلامه عن الاسرة وتخفيض الاسرة يعني كان فيه عملت مشكلة اللي هي العقاب على زيادة الاطفال رقم معين ده ممكن نجيب نتيجة يعني احنا سمعنا كمنا ممكن نتبقى في مصر برضو منذ عقود بس طبيعتنا ان ده ما ينفعش معينة احنا مشكلتنا ان احنا لازم نمشي بحد السيف زي ما بيقوله وده يعني انا مش عايزة اقول انه صح ومش عايزة اقول انه غلط يعني انا ما ينفعش ان انا افرد قانون لازم حاجة معينة لأ خدمات الطفل التالت او الرابع حسب يعني التوافق على الرقم الرئيسي للأسرة ما هي هتبقى صعبة تقل ما هي هتبقى صعبة لبردو السبب حضرتك فيه ناس بيحصل فيه انجاب وهي فيه يعني عامل احتياطاتها وفيه وسائل هتقدر تحاسبها ازاي وعلى فكرة وده بيحصل حقيقي يعني فيه اسرة بتكون مثلا هي خلاص هي محددة ان هي هتجيب طفلين بس وارد وحصل ان مع استخدام الوسائل او مع ان هي حاول الموضوع ده بس حصل حمل ساعتها هيبقى زن بالطفل التالت انه ما ياخدش خدمات زي الطفل الاول والتاني هي حاجة حصل دور من المخطئ دي مشكلة حد ذاتها بسوها هي في النهاية هي ادوار احنا مش هنتبادل الادوار ولكن احنا دي بتبقى حالة عرضية ولكن في المجمل ممكن تجيب نتيجة يعني احنا بنحاول ان نقول حلول من برا الصندوق زي ما بيتقال بحيس ان يتم اتباحها لان ما سبق بجابش نتيجة لا هو ممكن بقى يعني هو ممكن اللي يجيب نتيجة ان يبقى فيها غرامة غرامة هي هي لكن ممنعش لا اصلا انا عشان امنع الطفل التالت او اللي هيجي بعد الطفل التاني ان هو ياخد خدمات زي الطفل الاول والتاني ده مش منصف سراحة انا شايفان مش منصف لكن انا لما افرد غرامة ان مثلا بعد الطفل الوالد بيروح يسجري فبيتعرف ان انت في طفلين فيه تلاتة ايه بيتعرف الكلام ده بيبقى في غرامة افرد غرامة مش هيجيب الرابع اه هيبقى خلاص بقى خلاص بقى اه خلاص مش هيجيب الرابع فبالتالي فلان سمع وفلان سمع وفلان سمع وفلان سمع اه لا يا عم انا بقى خلاص انا كفية لكن انا روح بقى تبطفع مكفية المصاري في الولادة والحمل وكلام ده فهتبدأ ممكن ممكن ده يجيب نتيجة ممكن ده يجيب نتيجة طب قبل ما بس بناني حوارنا عايز برضو مشكلة الطلاق او مشكلة الطلاق ده برضو بتهدد القصة المصرية بشكل كبير خاصة ان النسب يعني كل يعني من رئيس الدولة لكل يعني المناصب اتحدثت على ان هذه النسب عالية جدا ومشكلة الطلاق يعني مشكلة سلبية في المجتمع طب دي من وجهة نظرك برضو الاعلام هو اللي يتصدى لها ولا يعني ايه المنابر اللي ممكن تتصدى لها دي المشكلة علشان نرجع للمعدل الطبيعي بص هو برضو هنرجع نقول ان مشكلة الطلاق بدايتها برضو الاسرة زي ما قلنا من شوية ان الاسرة بتطلع كل واحد ايه في الحياة الزوجية تمام الزوج وزوجة كونوا اسرة في حاجات لازم كل واحد يعملها عشان ما وصلش في الاخر لموضوع الطلاق ده تمام طبعا اول حاجة حاجة زي ما ربنا بيقول واجعلنا بينهم موادة ورحمة لازم اول حاجة الموادة والرحمة لو ما فيش موادة ورحمة بعد كده في حاجات تانية بعد منها عتنهار والموادة والرحمة دي كمان هتخلينا نط بقى الواحدة تانية بعد منهم تسامح لما كون رحيم وفي موادة انا بقى هتسامح بعد كده فهو سلسلة كده وراء بعض تمام دي حاجة طبعا تبادل المشاعر اسمع الطرف القدامي مشاكل ما تخرجش برا لان طبعا تفاهم لما بيكت ما اسمعش الفضائيات والسوش الميديا لان في كلام بيتقال مخالف للدين في مهازل دلوقتي في مهازل دلوقتي فده كل ده بيخلي الدنيا اوه ما انا بقولك في مهازل دلوقتي بتحصل ففي الاخر هما الاتنين لازم يكون في قواعد من الاول علشان خاطر الدنيا والحياة تستمر بتستحيل العشرة بنوصل بقى بيحط القواعد دي مين بقى الاسرة الام اللي بنتها ده في الاول ده في الاول كل امه وكل اب بيطلع بنته او ابنه كل واحد عارف مسئوليته ايه عشان لما يجي يفتح بيت يعرف يفتح بيت هتعرف تبقى امه هو يبقى يعرف يبقى ابه ويبقى زمه هو فيه ست انت جاي هتعايش في كنفك دلوقتي انت متحمل مسئوليتها ومتحمل مسئوليته وفيه اولاد هما الاتنين بقى حيوضوا مع بعض فهم الاتنين بيبقى فيه بينهم اتفاق الحياة هتمشي ازاي طب لما يكون فيه مشكلة بيننا هتتحل ازاي طب امتى المشكلة دي ممكن توصل للاهل او ما توصلش يعني امتى نقدر احنا نحل المشكلة دي هنعرف نحله ولا احنا هنضطر ان احنا نكبر الموضوع بقى وندخل الاهل فيها طيب بص كمان يعني برضو فيه نوقات مهمة ممكن ما تبقاش مش بتتحسب بقى بالورقة او القلم بس في الحياة بتاعتنا العادية المشاعر الكلمة الطيبة الحاجات دي اللي احنا دلوقتي للأسف الناس بقت مفتقدها ولما تيجي تسأل ست او راجل ايه سبب الانفصال بتبقى دي من ضمن الاسباب ان بقى فيه جفاف اعطفئ طب ليه ما دي بسبب عادتا يعو بسبب رئيسي بكون بسبب ضغوط الحياة ما هي ضغوط الحياة موجودة باستمرار طب ما احنا عنوط نفسنا طيب ما هو مينفعش يعني كل واحد بيبقاش يعني يبقى متفاهم الاخر طب ما ايه اللي يخاف في ضغوط الحياة لا انا مش بقول مش هتخف ان بتزيد لا ايه اللي هيخففها في البيت ان الطرفين يتفهموا الموضوع بالضبط ان يبقى فيه كده ود فيه كده كلمة طيبة احنا بنخفف على بعض ما هي الضغوط موجودة ومش هتقل وبدي بتزيد طب قالوا البني ادم طب هيروح فين طيب هيعمل ايه بعد كده الملقاش اللي قدامه طب هيخفف عنه انا هخفف عنك طب الناس هتعمل انا همكن سعيد جدا بهذا اللقاء وان شاء الله يكون لنا لقاء الاخرى القادمة ان شاء الله ونورتينا النهاردة كتب الصحفية الاستاذة ميادة محمود وان شاء الله يكون لنا حديث حول هذا الموضوع الهام في لقاءات قادمة بإذن الله وانا مبسوطة جدا ان انا قابلت حديثك النهاردة والله وانا موجودة معك نورتينا